لدينا في هذا الدرس عبارة Je compte sur toi Je compte sur toi والتي تعني أنا أعتمد عليك Je compte sur toi ونستعمل فيها le verbe يعتمد إذن هنا في هذه العبارة بمعنى يعتمد لكن بطبيعة الحال لها معاني أخرى Je compte sur toi أنا أعتمد عليك الآن إذا أردت أن أقول أنا أعتمد عليه إذن سأقوم فقط بتغيير الضمير يعني من toi إلى lui الذي يعبر عليه هو Je compte sur lui Je compte sur lui أنا أعتمد عليه Je compte sur lui أنا أعتمد عليها Je compte sur elle Je compte sur elle Je compte sur elle إذن فقط استبدلنا lui ب-elle التي تحدث على المؤنث الآن إذا أردت أن أقول أنا أعتمد عليكم عليكم إذن في هذه الحالة سأستعمل vous Le pronom vous Alors Je compte sur vous أنا أعتمد عليكم Je compte sur vous Je compte sur vous وإذا أردت أن أقول أنا أعتمد عليهم Je compte sur eux إذن عليهم استعملنا الضمير الذي يدل على الجمع عليهم sur eux Je compte sur eux Je compte sur eux الآن سنتقل إلى ضمير المخاطب إذن أردت أن أقول أنت تعتمد علي أنت تعتمد علي tu compte sur moi tu compte sur moi إذن أنت تعتمد tu compte sur moi علي وبنفس الطريقة سنحصل على جمل أخرى فقط فقط باستبدال الضمير إذن قلنا أنت تعتمد علي tu compte sur moi إذن أردت أن أقول أنت تعتمد عليه إذن هو عليه إذن في هذه الحالة نستعمل الضمير lui إذن تصبح الجملة tu compte sur lui tu compte sur lui أنت تعتمد عليه tu compte sur elle أنت تعتمد عليها tu compte sur elle في حالة إذن أردت أن أقول أنت تعتمد عليهم إذن دمير الجمع نعوضه ب-e إذن tu compte sur eux أنت تعتمد عليهم ويمكننا أيضا أن نقول tu compte sur nous أنت تعتمد علينا tu compte sur nous إذن كما رأيتم باستبدال فقط الضمائر نحصل على التعبير الذي نريد ودائما باستخدام نفس العبارة compte sur quelqu'un الآن سننتقل إلى ضمير الغائب il compte إنه يعتمد أو هو يعتمد il compte إذن إنه يعتمد علي il compte sur moi il compte sur moi وبنفس الطريقة نغير فقط الضمائر لكي نحصل على التعبير الذي نريد إذن إذا أردت أن أقول إنه يعتمد عليك الآن إذا أردت أن أتكلم مع المخاطب في الجمع يعني vous إذن إذا أردت أن أقول أنتم تعتمدون عليه سأقول vous comptez sur moi وبنفس الطريقة نغير أيضا الضمائر لنحصل على التعبير الذي نريد إذن أنتم تعتمدون عليها vous comptez sur elle vous comptez sur elle أنتم تعتمدون عليه vous comptez sur lui vous comptez sur lui أنتم تعتمدون علينا أنتم تعتمدون عليهم الآن نحن نحن نعتمد عليك نحن نعتمد عليك أيضا بنفس الطريقة نغير الدمائر نحن نعتمد عليها نحن نعتمد عليها نحن نعتمد عليكم نحن نعتمد عليهم وأخيرا إذا أردنا أن نتكلم عن أشخاص غائبين ونقول إنهم يعتمدون علي كذلك بنفس الطريقة نغير الدمائر لنحصل على تعابير مختلفة مثلا إنهم يعتمدون عليها إنهم يعتمدون عليهم إنهم يعتمدون عليكم يعتمدون عليهم 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 يعتمد 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 علي نُّزَوَنْ كَمْتَي Vُوزَوَيْ كَمْتَي إِلْزَوْنْ كَمْتَي إِذَنْ هُونَ يُمكينُكُمْ أَن تستعملو الْعِبَارَاتِ السَّابِقَ اللَّتِ يَرَأَيْنَا بِسْتِعملِ لَوَبْ كَمْتَي وَبَسِي كَمْتَي إِذَنْ نَفْسِشَي فَقَتْ نُوْغَيِّرْ الزَّمَنِ إذن نسعمل كنتي أو پاسي كمпوزي وانا مور لنرى كنتي أو فتور le verbe كنتي أو فتور سمبل في الموس ساقبل إذن جو كنترى تو كنترى إل كنترى نو كنترون وو كنترى إل كنترون إذن كذلك يمكننا أن نسعمل لعبارة سابقة بستعمل لفر بكنتي أو فتور مثلا جو كنترى سرطو أنا سأعتمد عليك إذن وانسأتحدث في الموس ساقبل جو كنترى سرطو تو كنترى سرطو إل كنترى إل كنترى أو بستعمل لفر بكنتي أو فتور إذن يمكنكم أن تستعمل لفتور روضا لفتور سابقة بستعمل 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 إذن بهذا يمكنكم أن تستعملوا من الآن فصاعدا هذه العبارة الشائعة والمستعملة كثيرا بدون مشاكل يعني يمكنكم أن تستعملوها في الزمن الذي تريدون ومع الضمير الذي تحبون إذن إلى هنا ينتهي درس اليوم أتمنى أنكم قد استفدتم معي وحظ موافق للجميع ولا تنسوا أن تضغطوا لايك وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء اشتركوا في القناة